إلى الشمال الغربي لمحافظة النجف تعود ظاهرة الحرائق تحت السطحية في منطقة الرهبان إلى الواجهة من جديد منطقة الرهبان في بحر النجف بالصحراء حصلت هنا حادثة طبيعية اللي هي أنه دامت تطلع نار من الأرض ودخان وبدأت الأرض تخسف سابقا نشرت التغيير مقطعا يوثق الحمام البركانية التي تخرج من تحت الأرض والتي تنبعث من التشققات مع البثاق أبخرة ودخان نتيجة الحرائق توحي الحرائق للعيان على أنها فعاليات بركانية لكن هيئة المسح الجيولوجي أجرت جولتها الاستكشافية للوقوف على أسباب وحقائق الحرائق المنبعثة بعد أن كانت ردود فعل الجمهور العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي كبيرة وواسعة يكتنفها الغموض والتوتر والخوف من بركان يعود نشاطه في أي لحظة وفي منطقة الرهبان وبمساحات ضيقة ضمن بستان على بعد 40 كم إلى الشمال الغربي من النجف تكشف الهيئة أن الظاهرة تعود إلى عام 2010 حيث تشهد المنطقة نشاطا تكتونيا وهو العلم الذي يفسر نشاطات القشرة الأرضية لكن سببين رئيسيين يرى فريق هيئة المسح أنهما وراء حدوث هذه الحمام البركانية إذ يتمثل السبب الأول بتواجد تجمعات هيدروكربونية بأعماق ساحيقة ونتيجة نشاط حركة نظام الفوالق ضمن المنطقة يتسبب في هروب الغازات الخفيفة والذي يكون قابلا للاحتراق بسهولة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف حيث أن زيادة واستمرارية الحرائق تعتمد على وجود بعض المواد الهيدروكربونية الثقيلة وعلى أعماق ضحلة وكذلك انتشار جذور النبتات ضمن المنطقة فيما يتمثل العامل الثاني والمهم بالخفاض منسوب المياه الجوفية ضمن المنطقة بسبب فصول الجفاف وخاصة في السنوات الأخيرة والذي يتزامن مع أول ظهور لهذه الظاهرة خسوفات في الأرض تخسفات بسبب النار اللي جوه الأرض ما حد يعرف سبافة لحد هسه م handing�� Yeah بما متأكد! الثقيل و شبك في السنوات 9 من الس إمت Bou splitting المعال الأراج الاشتراك يا المعال الأطفال الملوكات